موسيقى في هذا المحور نسل لمعارة مهمة وهي معارة سلد القصص حيث يمكننا تأثر انتباه الجمهور وتنقل أفكارا معقدة وتنهمهم للعمل وفيما يلي بعض العناصر والنصائح الأساسية لتعزيز قدراتك في سلد القصص العناصر الأساسية لتعزيز القصص هي البنية حتى ما يكون القصة الجيدة بداية ووسط ونهاية واضحين يساعد هذا الهيكل في تنجيه الجمهور خلال السر البداية تقديم الشخصيات والمكان والصدراع الرئيسي أو الهدف الوسط تطوير الحبكة وبناء الثوتل وإظهار رحلة الشخصيات النهاية حل الصراع وتقديم خاتمة مرضية الشخصيات المتطورة جيدا ضرورية ويجب أن تكون ذات صلة ويكون لها دوافع واضحة يجب أن يتم الجمهور بما يحترف لها الصراع يدفع الصراع القصة إلى الأمام وإن كان يكون داخليا داخل الشخصية أو خارجيا بين الشخصيات أو ضد قوة خارجية المكان يوفر المكان السياق ويجب أن يعزز مزال القصة ويجب أن يكون مفصلا بما يكفي ليكون قابلا للتصديق ولكن ليس مفصلا لغاية بحيث يطي على السر الموضوع هو الرسالة الأساسية أو الفكرة الرئيسية للقصة وهو يعطي القصة عمقا ومعنى اعرف جمهورك قم بتخصيص قصتك لتلائم احتفامك وتوقعات جمهورك وهذا يجعل قصة أكثر جاذبية وارتباطا اظهر ولا تخبر استخدام لغا وصفية وأفعال الإظهار مع بدلا من مجرد إخبار الجمهور وهذا يجعل قصة أكثر حيوية وغامرة استخدام الحوار يمكن للحوار أن يكشف على السمات الشخصية ويتفعل حبك للأمام كما أنه يجعل قصة أكثر ديناميكية وواقعية الإيقاع تحكم في وطيلة قصتك للحفاظ على الاهتمام وم بتغيير سرعة الأحداث لبناء التوتر وتوفير الراحة العاطفة اجتب عواطف جمهورك من خلال قصة التي تثير المشاعر وتكون أكثر تفكيرها وتأثيرها الممارسة مثل أي مهارة تتحسن صندر القصص بالممارسة شارك قصصك مع الآخرين وضع الملاحظات لسقل اسلوبك تطبيق ستقصص بسياقات مختلفة التعليم استخدمت سرد القصص لجعل الدروس أكثر جاذبية وارتباطها بالطلاب التسويط من خلال صيات جذابة للعلامة التجارية للتواصل مع العملاء على المستوى العاطفي القيادة بمشاركة القصة الشخصية لإلهام وتحفيز فريقي العروض التقديمية من خلال دمج القصص للتوضيح للنقاط الرئيسية وزاع العروض كالتقديمية أكثر تميزا هذه المهارة يجب تدريب الطلاب على سرد قصة مشاريعهم بفاعلية وتركز هذه الخطة على تطوير مهارات سرد القصص من خلال أنشطة وممارسات المنظمة في المحور القادم تركت لك نموذج عملي تطبيق سرد القصة لا تنسى الاطلاع عليه ترجمة نانسي قنقر